طب والشيخ مصطفى إسماعيل أنا ذكرته أنا ذكرت سيدنا الشيخ مصطفى لأن دول أكثر اتنين كنت بقرأ فيهم في التمايل في التمايل في القراءة طيب سيدنا الشيخ محمد صدق المنشاوي برضو يعني شفت الحركة دي حتى برضو في الكاميرات التلفزيونية وهو برضو يقرأ مش عينه على الكاميرا ولا عينه أنه عاوز يتجمل ولا يتحلم هو يختبئ في القرآن فيجمله القرآن ويرفعه القرآن ويحييه القرآن ويرى في نفسه التنمك والجمال والحلاوة كلها في أنه يوصل معاني القرآن للناس هي دي بقى الدروشة مع القرآن أنا بحب دايما أن أنا أثناء القراءة حبش أنظر في وجوه الناس بتغمض عينك دايما أشوفك يا شيخ عبدالخطة حب دايما ليه؟ لأن كأني أرى الآية مكتوبة أماني وكأني أتزوقها وكأني أمشي معاها في خط السير بتاعها ربما ارتفعت يدي ربما حدست مني حركة جسمانية فيها انتفاضة تم هذي تحبيرات كما يحدث للدرويش البسطاء تم بيحدث لعظماء القراء وللأفاضل تسمحيني بقى أقولك بقى أكتر واحد من علمائنا ومشايخنا اللي بنقتدي بيهم سيدنا الشيخ شعراوي رحمة الله سيدنا الشيخ شعراوي كانت تلاقي رجلهم تتحرك وجسمه كده بص الحركات دي كلها مسهلة وكأن العلم هو الذي يحركه وهو الذي يتعايش معه بتشوف الكلام ده وأنا بمثلك عشان الناس تعرف نحن لما بنضرب مثل احنا بنقول دول علماءنا وقادتنا وبنقتدي بيهم علم وقرآن وبنديل لهم بالحب والوفاء والولاء من غير ما نصنفهم لسوفية ولا درويش لكن احنا شفنا الصفات دي موجودة فيهم من غير ما يقصدهم ومن غير ما يصنفهم ما يصنفهم فكلما التزم الإنسان بيقول عشان أوصل لربنا أتخلي ثم التحلي أتخلى عن المعاصي ثم أتحلى بمكارم الأخلاق وبكريم العبادات فأصد إلى الله تبارك وتعالى فيلبس من الله تبارك وتعالى حلة الكرامة حلت الكرامة كراماتك كانت فئية شيخ عبدالفدح نعم كراماتك أنا ليس لي كرامات لا ربما أنا لا أرى لنفسي كرامة والرجل الذي يرى لنفسه كرامة هو بغير كرامة ترجمة نانسي قنقر